بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين نرحب بكم ومحاضرة جديدة وموضوع جديد والموضوع رح يتحدث عن النهايات مناطق التزايد والتناقص نقاط النهاي الأظماء والصغرى مناطق تقعر وتحدب ونقاط انقلاب ورح نتعرف بعد شوية عن المصطلحات الإنجليزية الخاصة بهذا الموضوع ولكن قبل البدء بهذا الموضوع أريد أستقبل اشعدكم مشاكل في واجبات التقريب إذا عدكم أي مشاكل في واجبات التقريب فقط أريد أشير إلى بعض الأسئلة اللي اطيناها واجب بالدرس الماضي وخلي نروح للملزمة حتى نشوف الأسئلة ذني والناقشة بطريقة سريعة اللي هي أعتقد يعني أغلب الطلاب كانت عدهم مشاكل في هذه الأسئلة وإذا عدكم أي مشاكل أخرى فممكن يسئلون عليها هنا عدنا السؤال الثاني صفحة سبعة وتسعين السؤال الثاني صفحة سبعة وتسعين احنا قلنا هنا كلمة سايز مكانها خاطئ يعني هنا بوليوم هي وليس السايز المهم داي يقول لي كرة حجمها أربعمائة وستة وتسعين باي على ثلاثة سنتيمتر مكعب وداي يقول لي باستخدام مبرهنة القيمة المتوسطة نتيجة القيمة المتوسطة داي يقول لي find its radius approximate داي يقول لي يجد القيمة التقريبية لنصف قطرها إذن هنا فكرة السؤال العام حجم الكرة يساوي أربعة باي على ثلاثة نصف القطر تكعيب وإحنا الملاحظة اللي اخذناها بالدرس الماضي قلنا إذا علم من القانون طرفه الأيمن فإن القانون يمثل القطوة الأولى في الحل وإذا علم من القانون طرفه الأيسر فنحتاج إلى التعويض والتبسيط ثم التقريب إذن في هذا السؤال علم من القانون طرفه الأيسر إذن داي تحدث عن السؤال الثاني إذن علم من القانون طرفه الأيسر إذن أحتاج تعويض وتبسيط ثم تقريب إذن رح يصير عندي أربعمية وستة وتسعين باي على ثلاثة هذا ش رح يساوي رح يساوي أربعة باي على ثلاثة أر تكعيب عند المساواة يمكن اختصار بسط مع بسط أو مقام مع مقام الثلاثة ويه الثلاثة الباي ويه الباي الأربعة ويه الأربعمية وستة وتسعين يعني معناها رح يصير عندي أر تكعيب تساوي مية واربعة وعشرين إذن معناها رح يكون عندي الأر يساوي الجذر التكعيبي للمية واربعة وعشرين هسا رح يبدي عندي السؤال هسا هنا ش رح أسمي رح أقول R of X تساوي الجذر التكعيبي للX اللي أكيد رح أسميه X1 على ثلاثة وأكيد الأي رح أخذها مية وخمسة وعشرين التكملة رح تكون بسيطة يعني فكرة السؤال هي بهذه البداية والسؤال من إجاب الوزاري في أكثر من مناسبة قالوا هنا مكان ما أربعمية وستة وتسعين قالوا ميتين وستين بحيث يطلع الجواب الر يساوي الجذر التكعيبي للخمسة وستين أكيد الأي رح أخذها أربعة وستين هذا ما يقص للسؤال الثاني السؤال الثالث فكرته شوية أوسع السؤال الثالث هنا ده يتحدث عن مربع مربع طور ظلعة أثنياً وثمانية وتسعين بالمية سنتيمتر أدير حول أحد أضلاعة فتكون شكلاً هندسياً ده يريد مني حجم هذا الشكل بصورة تقريبية أو ده يقول لي جد الحجم باستخدام مبرهنة القيمة المتوسطة أكيد هنا يعني بصورة تقريبية إذن فكرة السؤال العامة طبعاً هنا إذا كفت خلال بسيط في الترجمة يعني أدير حوله أعتقد هنا تحتاج إلى كلمة إضافية على أي حال إذن معناها الفكرة السؤال المربع أنتم ماخذين قاعدة بالخامس أعتقد ربما حتى بالرابع وبالفيزياء وماخذين الحركات أكو حركة دائرية وأكو حركة دورانية هذا المربع من يفتر حركة دورانية هذا الظلع يفتر حول نفسه هذا حركة دورانية وهذا الظلع رح يفتر حركة دائرية إذن معناها الشكل المتكون الشكل المتكون رح يكون أسطوانة فهذه الأسطوانة شنو المعلوم بيها أنتم تعرفون أطلاع المربع الأربعة متساوية هذا الظلع صار عندي نصف قطر وهذا الظلع صار عندي ارتفاع فواضح جداً بأن الارتفاع يساوي نصف القطر ويساوي 92 إذن معلومة أبد لا تنسوها دوران المربع أو المستطيل حول أحد أضلاع الأربعة فإن الشكل المتكون أسطوانة ودوران المثلث القائم حول أحد ضلعيه القائمي فإن الشكل المتكون هو مخروف إذن معناها رح يكون عندي ما يلي حجم الأسطوانة يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع يعني معناها باي ار تربيع اتش وبما أن الاتش يساوي الار لو أسوي القانون بدلالة اتش لو أسوي بدلالة ار إذا أردت أسوي بدلالة ار وهو الأفضل إذن رح يصير عندي باي ار تكعب زيان من هو المعلوم عندي معلوم عندي الار هو اثنين وثمانية وتسعين والملاحظة لم أخذيها إذا علم من القانون طرفه الأيمن فإن القانون يمثل القطوة الأولى في الحل إذن رح يصير عندي بي للار أكيد الاي هنا رح أخذها ثلاثة البي هو اثنين وثمانية وتسعين وأكمل الحل الاعتيادي إذن هذا ما يخص السؤال الثاني الثالث عفوا ما يخص السؤال الرابع هنا السؤال الرابع دي يتحدث عن متوازي سطوح مستطيلة دي يقولي هنا طوله ضعف عرضة يعني هنا ارتفاعه ثلاثة أمثال عرضة وديريد مني باستخدام مبرهنة القيمة المتوسطة دي يريد مساحته السطحية إذا علمت أن عرضه واحد تسعة وتسعين إذن قانون متوازي المستطيلات المساحة السطحية لمتوازي المستطيلات تساوي هنا المساحة الجانبية زائد ضعف مساحة القاعدة إذن معناها المساحة الجانبية هي محيط القاعدة في الارتفاع محيط المستطيل اثنيا في الطول زائد العرض في الارتفاع زائد اثنيا في مساحة القاعدة دي نقول مساحة القاعدة طبعا هنا يفضل أن تفرض بالبداية تفرض الطول والعرض والارتفاع والمساحة السطحية إذن رح يصير عندي ويساوي اثنيا اكس اتش زائد اثنيا واي اتش زائد اثنيا اكس واي زين هو ناطيني داي يقول لي الطول ضعف العرض وداي يقول لي الارتفاع ثلاثة أمثال العرض يعني ثلاثة واي وما طول ناطيني واي معلوم حتى اجعل احد الطرفين معلوم حتى استفيد من احدى طرفين او جزئي الملاحظة اذا علم من القانون طرفه الايمن شسوي واذا علم من القانون طرفه الايسر شسوي رح اجعل من القانون او اجعل القانون بدلالة واي على مود معلوم من القانون طرفه الايمن اذا رح يصير عندي الاي تساوي اثنين في اثنين واي في ثلاثة واي زائد اثنين واي في ثلاثة واي زائد اثنين في اثنين واي في واي يعني معناها رح يصير عندي اثناش واي تربيع زائد ستة واي تربيع زائد اربعة واي تربيع يعني معناها الاي هذا رح يساوي اثنين وعشرين واي تربيع حس اذا علم من القانون طرفه الايمن فان القانون يمثل الخطوة الاولى في الحل اكيد هذا رح سسميه اي اوف واي واي رح اخذ اثنيا اذا عدد قريب من الواحد تسعة وتسعين اقدر اربع بسهولة اكيد هو اثنين وتكملت السؤال ويح تكون سهلة زين بعد اكو فكرة اخرى الاثرائيات اللي موجودة الوزاريات اذا عددكم اي سؤال عليها ممكن السئلون اجاوبكم على السؤال ولكن اريد اعرج على هذا السؤال السؤال الثامن اللي هو صفحة مية وستة عشر شلوني هنا اركب دالتين شلوني يصير عملية تركيب دالتين دا يقولي هنا الف اوف اكس تساوي الجدر التكعيبي للأكس والجي اوف اكس تساوي ثلاثة اكزاءت خمسة اول عملية رح اسويها رح اقول اف تركيب جي للأكس شنو معناها اف تركيب جي للأكس هذه الفكرة انتم اخذيها بصف الثالث المتوسط تركيب دالتين تعني بان اخذ الدالة الثانية اوديها الى الدالة الاولى وتحل محل كل اكس فيها يعني الدالة الثانية منه هي ثلاثة اكزاءت خمسة تروح للدالة الاولى وينما تلقي اكس تلغيها وصير بمكانها اذا معناها اف تركيب جي للأكس هذا شي يساوي هذا يساوي الجدر التكعيبي ومكان ما اكتب اكس رح اكتب بصة ثلاثة اكزاءت خمسة اذا خلص هاي صارت الدالة الجديدة تريد تطيها اسم جديد بعد احسن على مودة تكون اصغر يعني مثلا نسميها ام اوف اكس تساوي الجدر التكعيبي للثلاثة اكزاءت خمسة اللي هو ثلاثة اكز زائت خمسة وسواحد على ثلاثة زين يا عدد طريب من الواحد وواحد بالمية منه اوضم مكان الاكس يطلع من الجدر التكعيبي اكيد هو الواحد على مودة يصير الجدر التكعيبي للثمانية هو اثنين والتكملة رح تكون سهلة اذا هذا السؤال اللي قلنا عليه بفكرة معينة زين استاذ هيا الفكرة جاي بالوزاري لحد الان ما جاي بالوزاري ولكن مو مستحيلة استاني من دا اقول لك مو مستحيلة يعني من جابوا سؤال بالقطع الزائد وقالوا احدى بؤرتيه مركز الدائرة والدائرة الطالب دارسه بالخامس وبالكورس الأول ما موجوده اصلا بالسادس بالسادس ما عدنا دائرة لكن المفروض الطالب يعرف قوانين الدائرة ما الخامس فما استبعد ابد بان يجيبون معلومة ما ثالث طبعا انا مدعش على معلومات مركزة قابلة للنسيان اكو مواضيع لازم تبقى بالك كاطار عام فهذا التركيب مو فشي صعوب يعني ما ينسي يعني لو اقول لك في نفس هذا السؤال اذا اقول لك مكان F تركيب G اقول لك G تركيب F المن مثلا للسبعة بوينت ثمانية نفس السؤال اذا انت ش تسوي راح تقول لي G تركيب F للأكس تروح على الدالة الثانية اللي هي منه ال F ال F هي هذه توديها الى الدالة الاولى الشي للأكس وصير بمكانها يعني ش راح يصير عندي راح يصير ثلاثة الجذر التكعيبي للأكس زائد خمسة هسا هادي راح اجي اسميها ام اوف اكس مثلا هادي تساوي ثلاثة الجذر التكعيبي للأكس زائد خمسة واني ش راح اخذ الاي الاي راح اخذ ثمانية هادي يقول لي للسبعة وثمانية والبي تساوي سبعة فوينت ثمانية وكمل الحل اعتياجي اذا هنا التركيب ما اعتبره يعني فالشيء كل الصعب طبعا هنا بالمناسبة يعني حتى انتو كمتميزين الروابط اللي ارسلها هنا التلفزيون التربوي استحتلوا الاسئلة ما توصلكم ضروري جدا تطلعون على الحلول مالته الحلول مالته نشرت بالقناة العامة مال تليجرام وممكن حولتها على مجموعاتكم على القروب العام مالتكم القروب الشبير بان اكو قائمة تشغيل سواها يسا القناة مال يوتيوب مال تلفزيون صممت قائمة تشغيل لكل مرحلة دراسية يعني مرحلة السادس بها قائمة تشغيل من الطب بها تلقي الحلول الاسئلة الاسبوعية مال كل المواد لحد الان راح تلقي الحلول مال اسبوع الاول والثاني والثالث مال كل المواد فلا بأس بين تطلع عليها لان فيها بعض الافكار المركزة اللي يعني بحاجة الى تأمل يعني حتى تصير عدكم يعني امكانية فهم عالية وتقدرون ان شاء الله يجاوبون على اي سؤال بالوزاري استاذ سؤال نعم استاذ يعني ممكن ان يطلعون عليها الواواعين لسيدي ممكن جدا ليش ما ممكن ممكن نعم استاذ نعم بلزح معالي شعيت هذا السؤال هنا التركيب بابا هنا تركيب الدوال يعني هسه هنا من اريد اركب دالتين اعيد السؤال الاخير والقبله استاذ عادي اي واحد زين هسه هنا راح اطفد مثل عام اطفد مثل عام راح ااخد دالتين وحدة من الدوال راح اقول عليها اف اوف اكس تساوي خلنا نقول اكس تكعيب زائد ثلاثة اكس تربيع ناقص سبعة واخد جي اوف اكس تساوي مثلا اثنيا اكس زائد خمسة اذا اريدت من عندك اف تركيب جي للأكس شو سويني هنا ترحين على جي للأكس تاخذينها تكسي تجين على الاف وين ما تلقين اكس تطر ديها وتخلينهم مكانة جي اوف اكس يعني ش راح يصير عندي راح يصير القوس تكعيب زائد ثلاثة في القوس تربيع ناقص سبعة كل قوس شكوبي هو اثنيا اكس زائد خمسة وهنا اثنيا اكس زائد خمسة زين اما اذا اردت جي تركيب اف للأكس بالعكس هس هنا هالمرة بالعكس تروح الدال لأف تروح زيارة الى الجي وين ما تلقى اكس اضطردها تقعد مكانها يعني اش راح يصير عندي راح يصير اثنيا قوس زائد خمسة من هو القوس هو اكس تكعيب زائد ثلاثة اكس تربيع ناقص سبعة وبعدين الثنيا ممكن تطلع القوس واجمع الحدود المشاب اذا هذا هو التركيب يعني مو ما يخوف دائما الدالة الثانية اعوضها مكان كل اكس بالدالة ازيان استاذ الدالة الاساسية هي الاولى المذكورة احنا نعوض بها الثانية بالضبط بالضبط نعم ايز ازيان سؤال اخر ايضا هنا موجود في الاسئلة الاثرائية صورة مربعة الشكل طول ظلعها ثمانية سنتيمتر محاطة بهامش بهامش قطار ارضه اربعة بالمئة سنتيمتر بحيث يبقى الشكل مربعا جد مساحة الهامش بصورة تقريبية طبعا ذن الاسئلة خليها اللغة العربية ما ترجمتها لان الغاية من احدها بس اريد افهم الفكرة العامة اذا نس هنا مربعة الشكل يعني سأأجي ارسم مربع تياد اذا دعنا نعتبر هذا مربع ازيان واكو مربع خارجي هذا المربع الخارجي ورح اغير لون ازيان الصورة منه الصورة هي الخضرة فقط الصورة هي فقط الخضرة ومحاطة بهامش هذه الصورة طول ظلح ثمانية يعني المسافة مننا الى هنا ثمانية وهذا الهامش هو اربعة بالمئة يريد مني مساحة الهامش بصورة تقريبية اذا اكو ملاحظة اخذناها بالدرس الماضي قلنا من يريد مني فقط الغلاف الخارجي القشرة الخارجية الاطار الخارجي انا تقريبي اذا هنا ما طول دا يريد مني هنا مساحة الهامش رح اجي اكتب قانون مساحة المربع مساحة المربع هو طول الضلح تربيع ما طول معلوم الطرف الايمن اذا هذا رح يصير اي اوف اكس الاي شنو رح اخذه والبي شنو رح اخذه اكيد الاي هو ثمانية لكن البي رح يصير ثمانية بالمية اريد انتو تقولولي ليش قلت ثمانية بالمية ما قلت اربعة بالمية انتو قلولي هاي المعلومة ليش نعم ايا لان القانون ما يتعامل بنصف اذا احنا الملاحظة اللي اخذناها جيد اذا كان قانون الشكل الهندسي يتعامل مع كل الضلع فالسمك يضاف من جهتيا واذا مثل المربع والمكعب واذا كان يتعامل مع نصف الضلع فالسمك يضاف من جهة واحدة مثل الكرة والدائرة كلاهما يتعامل مع نصف القطر يعني ممكن يجيني نفس هذا السؤال بالامتحان الوزاري لكن يقول لي الصورة دائرية الصورة دائرية والاطار هذا الهام مش ايضا دائري طبعا هنا يبقى دائري وتبقى الابعاد البياناتهم نفسها يعني مو من جهة شبيرة ومن جهة صغيرة المفروض نفسها زين ومن ناطيني نصف قطر الصورة على سبيل المثال ثمانية وهنا يقول لي السمك هو 4% ودائري مني مساحة الهامش فاني هنا راح اقول الأي ثمانية البي هو ثمانية واربعة بالمية ليش لان هنا راح اتعامل جهود السمك من جهة ين لكن راح اتعامل مع طرف واحد لان الكرة والدائرة تتعامل مع نصف القطر زين اذا اعدكم نعم فالله ما تخلنا الأي ثمانية ليش مو تسعى بها جذر تربيعي لا هو مو جذر تربيعي تربيع هو تربيع اي تساوي اكس تربيع مو جذر تربيعي نعم اذا اعدكم اي سؤال تفضلوا حتى ابدأ بموضوعنا استاذ بس السؤال السابق اش سويني يا سؤال استاذ هذا استحلينا استاذ ومو مثل فكرة المعدلات الزمنية لا هنا ما استخدم المعدلات الزمنية جنت اقول الكبير ناقص الصغير بالمعدلات الزمنية لكن هسه هنا ده يقول لي ما طول تريد مني بس الاطار بس الغلاف الخارجي تعتبر مقدار تغير تقريبي يعني شنو مقدار تغير تقريبي اللي هو احنا سمينا سمينا approximate change مقدار تغير 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 يعني هنا ال ا وال ب وبعد ال ال ا واشتق بدلالة ا وبعد احول بدلالة ا ورح اقول ا ا برايم للا تساوي تقريبا بس استاذ يعني هاي اله 8 ويا هامش هاي اللي طلعنا لأ ادري مو هو لا الهامش ومن من الهامش من كل جهة اكون 4% يعني عندي هذا 8 ويمنى 4% ويسرى 4% عندي هذا 8 فوق 4% وجو 4% استاذ احنا 8 ما جاي ناخذ هيش قلت 8% استاذ بس 4% أربعة من المئة نجحت أنا ليش قلتي هنا أي تساوي كأنه هذا أعتبر السؤال كأنه أعتبر طول الضلع كان ثمانية وصار ثمانية وثمانية من المئة يعني أعتبر السؤال بعد إذا أكو أي مداخلة إذا أكو أي سؤال بالتقريب نعم مصطفى أستاذ سؤال يعني قصدك كنت جمعة بس دعا سؤال أستاذ أي أي شبي سؤال سؤال يعني قصدك كنت جمعة الثمانية وين هامش الثمانية وين الطرفين ما الهامش فصار أربعة بالمئة وأربعة بالمئة صار ثمانية قانون قانون المربع طول الضلع تربيع له نصف الضلع تربيع كل الضلع تربيع أيضا ده يتعامل مع كل الضلع أوكي نعم بعد آه نمسح طالت كم مرة مسحيت وقال رجعونا يعني مسح زيان بعد آه يأكو سؤال آخر زيان هس هنا موضوعنا اليوم آه مثل ما قلنا آه يحتوي على مجموعة مهمة من المصطلحات شنو هذه المصطلحات أريد تنتبهون عليك قدسينا إذا ردت أرسم منحني بهذه الصورة منحني بهذه الصورة وخلي نسوي في الصورة هذا منحني نكبر مكانه حتى إن ميزة إذا أريدت أراقب سلوك هذا المنحني من أريد أراقب سلوك هذا المنحني من دايب دي منا إش دايصير دايصعد ووصل إلي هنا ووصل إلى القمة وبعدين بدأ ينزل هذا النزول مات هذا الأحمر كله على شكل محدد من وصل إلى هنا بدأ يتقعر إلى ما وصل إلى الوادي إذن وصل قمة جبل قبل شوية وبعدين وصل إلى الوادي من عبر الوادي استمر بالتقعر وبدأ يصعد إلى الأعلى وتحول من تقعر إلى تحدب ووصل إلى قمة أخرى وبعدين نزل وهكذا خلال مسير هذا المنحني شنو اللي صادف بالطريق صادف أكو نقطة صارت بالأعلى بالقمة وصارت نقطة بالقعر وصارت قمة أخرى وصار قعر آخر إذن هذه النقطة أسميها نقطة نهاية عظمى محلية اللي راح نسميها لوكل مكزيمام نقطة نهاية عظمى محلية هذه النقطة راح أسميها نقطة نهاية صغرى محلية اللي راح نرمزلها لوكل مانيمام وبعدين حصلت على لوكل مكزيمام بوينت أخرى و لوكل مانيمام بوينت أخرى إذن صار عندي نقطة عظمى ونقطة صغرى إذن هذا السبب اللي دعاني بأن أسمي كل من ذني نقطة محلية كلمة محلية يعني معناها في محلها في مكانها هي عظمى إذن صار عندي تزايد الدالة متزايدة وبعدين الدالة بدأت تتناقص إذن هذا التزايد راح نسميه والتناقص راح نسميه ديكريزنج وشهدت مسيرة هذا المنحني أجزاء من التحدب وأجزاء من التقعر التحدب والتقعر راح يشتركون بكلمة لكن من أقول كان كيف داون أقصد بيها تحدب ومن أقول كان كيف أقصد بيها تقعر هذه النقطة لتحولت بيها الدالة من حالة التحدب إلى حالة التقعر هذه راح أسميها نقطة انقلاب اللي بالانجليزي سموها انتو انفلكشن فوينت إذن هذه المصطلحات اللي راح نتعرف عليها اليوم لذلك أنا حرت شكت بالموضوع الموضوع بيه كثير من المصطلحات فخليت المصطلحات العامة كلها في الموضوع لهذا السؤال إذن الموضوع ما تي كان بهذه الصورة الانكريزينج وديكريزينج هي متزايدة ومتناقصة لكن من أقول انكريمانت عن ديكريمانت يعني معناها تزايد وتناقص النهايات العظمى أسميها لوكال مكزيمم النهايات الصغرى أسميها لوكال مانيمم ولكن إذا وردت هذه الكلمة إكستريمم يعني تعني النهايات العظمى والصغرى كلاهما إذن من يقول لي مكزيمم يقول لي عظمى يقول لي مانيمم يعني معناها صغرى لكن إكستريمم معناها عظمى وصغرى زيان كان كيف أب معناها تقعر كان كيف داون معناها تحدب وطبعا التحدب أكو مصطلح آخر كمراجف يسموه كانو لكن من يقول لي كان كيفتي يقصد بيها التحدب والتقعر معا يعني من يقول لي أريد منك مناطق التقعر والتحدب لو رح يقول لي كان كيف أب وكان كيف داون لو يقول لي كان كيفتي يعني معناها تحدب وتقعر والإنفلكشن هي نقاط الانقلاب إنفلكشن بوينت هي نقاط الانقلاب النهايات العظمى والصغرى المحلية اللي سولفنا عليه السب الرسم إذن كلاهما تسمى نقاط حرجة كلاهما تسمى نقاط حرجة ورح أروح إلى الملزمة وأشوف شنو المصطلحات اللي رح أحتاجها في هذا السؤال أو في الموضوع لنا اليوم درسنا اليوم إذن هنا صفحة مية واثنين وعشرين يا ريت لو ترحون عليها واللي أحتاج اليوم المصطلحات التالية قلنا هنا إنكريزنك متزايدة ديكريزنك متناقصة إنكريمانت وديكريمانت هي تزايد وتناقص والنهايات العظمى والصغرى معا ومن يقول لي نهاية عظمى نهاية صغرى وهذا الحشي لحشية تهسة والإنفلكشن أكيد هنا ذا فيس دريفتف المشتقى الأولى ذا سكن دريفتف هذا المشتقى الثانية وبعد اشرح أحتاج اليوم أحتاج النقاط الحرجة ونشي نقاط حرجة الدومين نعم إذن هنا النقاط الحرجة اللي هي critical point إذن هذه هي النقاط الحرجة هذه النقاط الحرجة فيما بعد critical point فيما بعد لو تكون لو عظمى لو صغرى لو هي مجرد نقطة حرجة إذن هذه المصطلحات اللي راح أحتيها اليوم وخلي أبدي بالموضوع السؤال من راح يجيني بالامتحان راح يجيني بعدة صور وأبسط هذه الصور هذي اللي موجودة أمامك يقول لي فاين اليوم أريد فقط تستمعون ما راح تكتبون كل شي لأن هنا بس راح نطقي أساسيات الموضوع وبداية الموضوع الرئيسية يعني شلون نجي الأسئلة الوزارية راح تجينا الدرس الجاي اليوم فقط عملية تعريف بالموضوع يقول لي فاين ذا انتربال او انكريمنت اند ديكريمنت اند الوكال ماكزيمم اد منمم اذا قل لي عضمى صورة مراد يطينيها بصورة عامة بكيفة point of the فلنوان فاكشن اف اني انوجدت السؤال من راح يجيني بهذه الصورة يقول لي الافوف اكس تساوي اكس تربيح ركزوا ايايا واي حجاية راح احجيها اشوفوها ما مفهومة او احجيتها بشكل سريع اريد هنا اتقاطعوني على مدعيها مني يريد مني مناطق التزايد والتناقص اللي شفناها قبل شوية كسلوك دالة ونقاط النهاية العظمى والصغرى المحلية لازم امر بمجموعة من الخطوات واني راح اعتبرها قصيدة مكونة من ست ابيات راح احجي لكم نص البيت واريد انتو ترجموه الى رياضيات اليوم خلي نسور بشعر ولكن هنا شعر حر بدون قافية البيت الاول يقول ايجاد ايجاد المشتق الاولى ركز ايا واللي يعرف يترجم خلي يرفع عيد ويترجم ايجاد المشتق الاولى ثم مساواتها بالصفر ثم حل المعادلة الناتجة لإيجاد قيم اكس منو يترجم نعم مؤمل استاذ نشتق الاكس تربيع استاذ تصير اثنين اكس ونساويها بالصفر اذا اف برايم لل اكس هذه تساوي اثنين اكس جيد اساويها بالصفر يعني اثنين اكس تساوي صفر اذا الاكس اش قاد استاذ الاكس تساوي واحد اذا اثنين اكس تساوي صفر لا استاذ صفر صفر. الأكس يساوي صفر. جيد. إذن هذا البيت الأول من القصيدة إيجاد المشتقة الأولى ثم مساواتها بالصفر ثم حل المعادلة الناتجة لإيجاد قيم أكس. هذه القصيدة موجودة أن تعدكم بالملزمة يعني بس تنتبهون عليها. إذن صفحة مية وثلاثة وعشرين. أنا هنا كاتب لكم القصيدة. لكن بس أريد تفهموها. يعني حتى ما أريد تكتبوها بالدفتر. بس تفهموها بعد رح تنتبوا عبدها لكم. البيت الثاني من القصيدة. يقول تعويض قيم أكس. بالمعادلة الأصلية لإيجاد صورتها قيمة واي قيمة الأفوف أكس. ونسمي النقاط الناتجة بالنقاط اللي حارجة. إذن معناها شلون رح أجي أترجم. نعم مصطفى. أستاذ يعني معناتها صورة الصفر. صورة الصفر. إذن هنا. يساوي صفر تربيع هذا صفر. هو صفر. يعني معناها صارت النقطة. النقطة الحارجة. إذن صارت صفر صفر. إذن هذي ش رح أكتب عليها. رح أكتب عليها كريتيكال بوينت. إذن هذه نقطة حارجة. إذن البيت الأول سهل. إيجاد المشتقة الأولى. ثم مساواتها بالصفر. ثم حل المعادلة الناتجة لإيجاد قيم أكس. البيت الثاني من القصيدة. تعويض قيم أكس. سيجوز أكثر من قيمة واحدة. بالمعادلة الأصلية لإيجاد قيم واي. ونسمي النقاط الناتجة كريتيكال بوينت. الموجودين ويانا بعض الطلاب العربي. نسميها النقاط الحارجة. زيان. البيت الثالث من القصيدة. يقول لي رسم خط الأعداد الأفقين. خط أعداد اعتيادي. وتثبيت قيم أكس فقط عليه. بس الأكس. ليقسم إلى عدة أقسام. كل قسم أطي اسم الثلاثي فوقها. هذا اسم أكس أكبر من صفر. وهذا اسم أكس أصغر من صفر. إذن هنا كل قسم أطي اسم الثلاثي فوقها. نختار عدد من كل قسم. ونعوض هذا العدد بالمشتق الأولى. ونختار من الناتج إشارته فقط. يعني من أخذ عدد أكبر من الصفر مثلا واحد. من نعوض هنا اثنين في واحد اثنين. والاثنين موجب. إذا أقض أربعة. رح يصير ثمانية موجب. إذا أقض عشرة. رح يصير عشرين موجب. إذن هذا القسم كله رح أغطيه بإشارة موجبة. زيان. هسه رح أقض عدد أقل من الصفر. مثلا سالب واحد. من عوضة بالمشتقة. اثنين في سالب واحد. سالب اثنين. إذن هذا القسم كله رح أغطيه بإشارة سالبة. لكن من ده أذكر هذه المعلومات عادة. الطالب من ده تمر علي هاي المعلومة لأول مرة. ده يصور خاطئا بأن العدد اللي اختاريته لأن موجب طلع الجواب موجب. ولأن اختار السالب طلع الجواب سالب. لا ما في شيء. يعني ليش. لو كانت هذه هي السالب أكثر. المشتقة ما لترحس السالب اثنين اكس. زيان من أقض ال اكس واحد رح يطلع الجواب سالب اثنين. يعني هذا رح يصير سالب. ومن أقض ال اكس سالب واحد الجواب رح يطلع اثنين رح يكون هذا موجب. يعني مو بالضرورة من اخذ الموجب يطلع موجب ومن اخذ السالب يطلع سالب. زيان. لو كان اصل السؤال هو اكس تكعيب اصلا. لو كان اكس تكعيب. المشتقة ما لترح تكون ثلاثة اكس تربيع. ثم اذا اخذ الواحد رح يطلع موجب واذا اخذ السالب بواحدها بيطلع موجب. اذا هذه الاشارة الموجبة والسالبة هذه مو اشارات الاكس دير بالكم. هذه الموجب والسالب هي ناتج تعويض الاكس بالمشتقة الاولى. طبعا مو بالضرورة الاكس تطلع صفر. يعني لو كانت الدالة هي اكس تربيع مثلا ناقص اربعة اكس. كان صارت المشتقة اثنين اكس ناقص اربعة من اساويها بالصفر. الاكس رح تطلع اثنين. يعني هذا رح اقول عليه اثنين. وهذا اكس اكبر من اثنين واكس اصغر من اثنين. في الاكبر من اثنين مثلا اختار ثلاثة اعوضها بالمشتقة. والاصغر من اثنين اختار مثلا الواحد او الصفر وعوضها بالمشتقة. ورما اكتب ورما ارسم خط الأعداد وأسوي هذا التعويض دائما الإشارة السالبة أرسم سهم إلى الأسفل والإشارة الموجبة أرسم سهم إلى الأعلى بشرط أن يكون اتجاه السهم من اليسار إلى اليمين يعني ممنوع ترسم للأسفل وممنوع ترسم الأعلى دائما إذا كان أسفل أو أعلى فلازم يكون اتجاه السهم من اليسار إلى اليمين واشعدكم مداخلة على هذا الحشي قبل ما أنتقل إلى البيت الرابع نعم مؤمن لا سأل ماكشي ماكو سؤال زعم هسه صار عندي إيجاد المشتقة الأولى ثم مساواتها بالصفر ثم حل المعادلة الناتجة لإيجاد قيم X تعويض قيم X بالمعادلة الأصلية لإيجاد قيم Y ونسمي النقاط الناتجة بالنقاط الحرجة critical points رسم خط الأعداد الأفقي وتثبيت قيم X فقط عليه بس ال-X ال-Y ما لعلاقة بها ليقسم إلى عدة أقسام ثم نأخذ عدد من كل قسم ونعوضه بالمشتقة الأولى ونختار من الناتج إشارته فقط الأخطاء الذي يصير عدد الطلاب العدد الذي يختار من خط الأعداد يعوضه بالأصلية وهذا يصير خطأ والطالب يأخذ صفر الأخطاء الذي يصير بعد قيمة X الناتجة من مساواة المشتقة بالصفر يعوضها الطالب بالمشتقة وهذا هم خطأ دائما من أريد Y أعوض بالأصلية إذن لا يصير خلط عندك بالأمور دائما من أريد Y أعوض بالأصلية ودائما العدد الذي أختار من خط الأعداد أعوض بالمشتقة حتى لا أنس يم خط الأعداد أكتب هنا F' للX تريد تكتب إشارة تريد تكتب sign كيف إذن إشارة المشتقة له جيد السالبة أسميها متناقصة decreasing إذن إش رح أقول السهنة رح أجي أقول X حيث X أكبر من صفر يعني اسم الثلاثي أعيد كتابته إذن هذا رح أقول علي إذن هذا رح أقول علي increasing متزايدا متزايدا وبعدين رح أقول X حيث أن X أصغر من صفر ما طول سالبة متناقصة إذن معناها رح أقول عليها decrease إذن البيت الثالث هو رسم خط الأعداد البيت الرابع هو قراءة خط الأعداد البيت الخامس من القصيدة يقول بيان نوع النقطة الحرجة هذه الكريتيك البوينت لو الطالب يقول عليها نقطة نهاية عظمى محلية local maximum point لو يقول عليها نقطة نهاية صغرى محلية local minimum point لو يقول عليها مجرد نقطة حرجة just critical point اشلون اعرف واحد من ذن التلاث اباوع على قيمة x مالتها هس النقطة اللي كانت حرجة اعيد كتابتها هنا رح اباوع على قيمة x مالتها الواي ما لعلاقة بي اراقب ال x هنا اشوف السهم القبل والسهم البعد اذا نازل السهم وبعد صعد اذا هذه رح سسميها minimum local minimum نهاية صورة واذا السهم القبل صعد وبعد ينزل اذا رح سسميها local maximum نهاية اضمان طبعا local maximum point نهاية اضمان اذا السهم القبل نازل والبعد هم نازل او السهم القبل صعد والبعد هم صعد اذا رح اقول عليها just critical point مجرد نقطة حرجة اذا من خلال هذا الحجي قدرون تقول لي الصفر صفر شنو نعم زهرة local minimum point اذا نزول وبعد صعود اذا هذه مباشرة رح اقول هنا local minimum point خلاص المطلب المطلب انتهى هو يقول لي اريد منك مناطق التزايد والتناقص ونقاط النهاية العظمى والصغرى ان وجدت خلاص هذه اكون نهاية صغرى نقطة نهاية صغرى اذا خطوات الحل ان شاء الله تكون سهلة ورح اجي اكتب سؤال اخر استاذ اذا يكون عدنا انه الجهة انصر موجبة هيكون عدنا بس نكريزنج بدون نكريزنج اي بالضبط بالضبط يعني مو كلها متزايدة يعني مو بالضرورة اكون تزايد وتناقص تم اي فاذا كلها موجبة فهنا اثنينات ومكتب ومكتب كلها سالبة اثنينات ومكتب 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 ما مشكلة وطبعا هنا رح اصير هنا نكريزنج اذا نعم مروض اذا كانت النقطة يعني حرجة يعني موجودة النقطة النقطة موجودة اذا كانت حرجة موجودة ولكنها لا عظمة ولا صغرى احنا قبل شوية من رسمنا الرسم التوضيحي يعني اذا كانت المنحني بهذه الصورة يعني الصعد وصل الى هنا من بدل ينزل اذا صارت عندي شنو هذه نقطة نهاية عظمى احيانا من افتر يعني الصادف نهي شغلة هذه النقطة هذه النقطة يعني كان عندي تناقص واستمر بالنزول اذا هذه لا هي عظمى ولا هي صغرى اذا نتجت هذه النقطة من مساواة المشتق الاولى بالصفر على تنازل واستمر بالتنازل تصاعد واستمر بالتصاعد اذا بالحال النقطة هي موجودة ولكن مجرد نقطة حرجة لا هي قمة ولا وادي استر بالسؤال قبل شوية قلت وجد النقاط ان وجدت يعني ربما ماكو ربما لان ردت نهايات عظمى وصغرى يعني اكو نقطة حرجة بس لا هي عظمى ولا هي صغرى واضح فهذه الان وجدت ربما توجد نقطة حرجة ولكنها لا هي عظمى ولا هي صغرى بعد اللي اعطتها سؤال استاذ بس الساين اللي خلينا مال شنو يا سين استاذ اكو اكو بالن الزمي بل مربع لا لا الساين الساين هاي معناها اشارة اشارة كلمة ساين معناها اشارة مو لو اني متوهم اه لا لا مو هادي الساين يعني حسب معلوماتي هذا اللي فض مو تنقري ساين لو لا مضبوط اإذن هنا الساين هذه معناها اشارة وليست الساين والكوسين معنا ازيان انا نعم مؤمل هس هنا نعم مؤمل أريدك تبديدي في هذا السؤال نعم سيد أول شي نساويها بالصفر أول خطوة هر أشتاقها يا الله سيد نعم سيد أستاذ نشتاقها ونساويها بالصفر أوكي يعني هس هنا رح أجي أشتاقها رح يصير F' للأكس هذا رح يساوي تسعة تسعة زائد ستة أكس نعم ناقص ثلاثة أكس تربيع ثلاثة أكس تربيع هس هذه أريد أساويها بالصفر تسعة زائد ستة أكس ناقص ثلاثة أكس تربيع تساوي صفر شكرا إلك مؤمل التكملة منه الباقين أريد مشاركة زين نعم منتهى هسن قسم على ثلاثة خلي أقسم على ثلاثة تردين يتقسمين على ثلاثة أو على سالب ثلاثة شي عجبت سالب ثلاثة رح أقسم على سالب ثلاثة على مود هنا المعادلة من تكون مرتبة تنوزليا تكون أريح بالتحليل إذن وإذا أنا يصير أقسم على ثلاثة ماك مشكلة يصير تبقى تصاعديا زين بعدين هم ندخل نعم أكس تربيع أكس تربيع نعم ناقص ثلاثة نعم ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة إذن هذا يساوي صفر بيش تتحلل هذه تجربة إذن هذه تتحلل بالتجربة اللي هي أكس ناقص ثلاثة نعم أكس زائد واحد أكس زائد واحد إذن هذا يساوي صفر إذن معناها الآيدر شنو آيدر أكس تساوي ثلاثة أكس تساوي ثلاثة أو حوش إذن معناها أكس تساوي ثلاثة بواحد زين شكرا إذن هذه لحد الآن البيت الأول من القصيدة إيجاد المشتقة الأولى ثم مساواتها بالصفر ثم حل المعادلة الناتجة لإيجاد قيم أكس البيت الثاني الباقين يلا مرج ستاوي نرسم خط الأعداد بعد 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 قبل خط الأعداد شنو هذه هذولة هم كريتيكال بوين غير لا هذي مو كريتيكال بوين هذي بس أكس الكريتيكال بوين هذي بس أكس الكريتيكال بوين هو أكس وي أي ستاوي أي يعني أخوف الثلاثة جيد إذن معناها لازم أحسب صورة الثلاثة ولازم أحسب صورة السالب واحد زيان شنو صورة الثلاثة وين عوض بالدالة الأصلية بالأصلية نعم تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين زيان زائد زائد ثلاثة تربيع تسعة في ثلاثة هم سبعة وعشرين أيضا سبعة وعشرين ناقص أج تقعيم هم سبعة وعشرين أيضا سبعة وعشرين يعني معناها الجواب رح يكون سبعة وعشرين زيان صورة السالب واحد سالب تسعة نعم زائد ثلاثة نعم زائد واحد زائد واحد لأن سالب واحد تكعيب سالب واحد في سالب موجب يعني معناها الجواب رح يكون سالب خمسة إذن معناها صار عندي هسه صار عندي الـ 3.27 والسالب واحد سالب خمسة إذن ذول رح أقول عليهم critical points قبل شوية قلت points صارت points شكرا لك بعد وراها ش رح أسوي سالب واحد نعم سالب واحد تكعيب سالب واحد وعندي سالب برا آه سالب ما نزوي زين يلا مصطفى عقوبة إلك وراها ش رح نسوي سوي خط الأعداد إذن هنا رح نرسم خط الأعداد زين هذا خط الأعداد شو رح نثبت على خط الأعداد صور لا احنا ش قلنا قلنا نثبت على خط الأعداد قيم X فقط أنا ما قل الصور النت شامت طوع السالب زين إذن نثبت نرسم خط الأعداد ونتبت على خط الأعداد قيم X فقط زين منو عندي قيم X ثلاثة وسالب واحد إذن السالب واحد أكيد رح يكون علي يسار والثلاثة رح تكون على اليمين هذا رح يكون اسمه X أكبر من ثلاثة وهذا رح يكون اسمه X أصغر من السالب واحد الوسطي أريد أكتب X أصغر من ثلاثة و أكبر من السالب واحد هذه طريقة والطريقة اللي أسهل أسميها الفترة المفتوحة سالب واحد ثلاثة إذن هذه الطريقة الأسهل على يسر خطين الأكبر والأصغر اليمنى هو أكبر اليمنى دائما أكبر واليسر دائما أصغر واللي إلى بداية وإلى نهاية هذا أسميه فترة مفتوحة هذا يكون فترة مفتوحة على يمين خط الأعداد يعني ش رح يصير عندي هنا رح يصير هنا F' للأكس Sin F' للأكس الآن سأختار عدد أكبر من الثلاثة مرة وعدد بين السالب واحد والثلاثة مرة ثانية وعدد أقل بين السالب واحد مرة ثالثة ثلاثتهم أعوضهم بالمشتقة لكن قبل ما أقسم أعوضهم بالمشتقة قبل ما أقسم وأختار من الناتج إشارته فقط إذن رح أختار ثلاثت طلاب لا على التعيين اللي رح أسووه شنو عدد أكبر من الثلاثة بلي يعجبكم عدد بين السالب واحد والثلاثة وعدد أقل من سالب واحد تعاوضوا على مسودة تعاوضوا ببالكم أنا أحاسبكم على الإشارة وتعاوضوا بهذه المشتقة الأولى ونختار من الناتج إشارته فقط إذن رح أختار ثلاثة من عدكم واللي يخطأ بالإجابة لازم نخسره فدع الشيء غدا حتى لو قاعد بالبصرة نروح نخسره ونجي زيان إذن هنا من ورود أريد هنا أكبر من الثلاثة وإبراهيم أريد بين السالب واحد والثلاثة ومحمد محمد الصفار أريد أقل من سالب واحد الجاهز خلي يقول لي أستاذ بين السالب والثلاثة واحد نعوض أي شخص تاريت سرعة الإشارة عندك يطلع موجب يدعاش تسعة زات ستة لا تقول لي ماريد لا تقول لي اختاريته ولا تقول لي شلو نعوض تقول لي موجب له سالب موجب يدعاش يعني انكريزنك سالب يعني هذا وين بين السالب واحد والثلاثة أي إذن هنا رح نختار موجب على حجيك وبعدها رح نجي ندقق بعد شوي زين بعد اللي كلفناهم بالمهمتين الأخرى آه ورود آه سمعيني لو لا محمد محمد طلع سالب أقل من ثلاثة أقل من سالب واحد آه أقل من سالب واحد أقل من سالب واحد يقول سالب زين بقى آه استاذ أكبر من ثلاثة لا موجب إذن هنا تقول يطلع موجب إذن هسه هنا رح نجي ندقق وأكيد هنا أكوز جزء من عبكم رح يقصرون غدا ورود شخ تاريتي أكبر من ثلاثة أربعة أربعة زين شون عوضتها آه قلت إنه تسعة أي هم يعني معاوضة بالشساب بالمعادل معاوضة قبل الاشتقاك بالأصلي بالأصليش قلنا قلنا التعويض يكون بالمشتق إذن تسعة زائد ستة في أربعة إذن معناها أربعة وعشرين ناقص أربعة تربيع ستعاش في ثلاثة رح يصير ثمانية واربعين إذن سالب ثمانية واربعين وثلاثة وثلاثين يعني معناها رح يطلع سالب إذن هنا ورود لازم انتصر جغد لازم تشوفين عنويننا كل نش وين ودزيها الدليفري كل المحافظات إذن هنا سيكون سالب بين السالب واحد والثلاثة إذا مختار الصفر على سبيل المثال يعني معناها هنا صفر وهذا صفر سيصير تسعة موجب كل مختار واحد هم يطلع موجب كل مختار اثنين هم يطلع موجب أقل من سالب واحد اللي مختار سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة أكيد هنا رح يطلع سالب إذن هنا الاختيارات اثنين منهم صحيح وواحدة خاطئة إذن هذا رح يكون سهم إلى الأسفل هذا رح يكون سهم إلى الأعلى هذا رح يكون سهم إلى الأسفل إذن هسه البيت الوراها اللي هو قراءة خط العداد إذن ايش رح يقول هنا رح يقول اكس حيث اكس أكبر من ثلاثة إذن هذا ديكريزنك ورح أقول اكس حيث اكس نعم سمعتك تجيب الاخس أنت بالعرض ما كانت بالنسبة لا هذي بكيفك هذي مستحبات فبكيفك تريد صحيح ومستحبات لكن أنا حتى هذا الاخس هم أحيانا ما أحاسب عليها يعني أنا أحاسب على هذا أحاسب على الإسم الثلاثي فأنت تريد تخلي وياها اللقب تريد تخلي وياها العشيرة إذن هذي بكيفك اكس اكس انتمي إلى آر هذا اللقب والعشيرة أنا أحاسب على الإسم الثلاثي زين فبكيفك الأفضل بأن تكتبها لكن مو مجبب على الأقل تقدير تكتب لي اكس حيث أنه أقل تقدير إذن هذا أيضا رح تكون ديكريزنك زين بعد ورح أقول اكس حيث اكس تنتمي إلى سالب واحد ثلاثة أو حتى لو أكتب فقط سالب واحد ثلاثة إذن هذه هي إنكريزنك زين هسا صار عندي فترتيان متناقصة وفترة متزايدة إذن الخطوة الأخيرة رح أجي أعيد كتابة النقاط الحرج اللي هي ثلاثة سبعة وعشرين والسالب واحد سالب خمسة أروح على ثلاثة سبعة وعشرين أدور وين الثلاثة على خط الأعداد هذا الثلاثة القبل صاعد والبعد نازل يعني معناها عظمار إذن النقطة الأكس مالتها ثلاثة إذن هذه رح أقول عليها Local Maximum Point وسالب واحد سالب خمسة إذن السالب واحد هذا السالب واحد الواي مالي علاقة بي القبل نازل والبعد صاعد إذن هذا رح أقول عليه رح أقول Local Minimum Point إذن السؤال انتهي ولحد الآن أخذنا خمس أبيات من القصيدة الأولى اللي بيها ستة أبيات وبعد شوية رح ناخد قصيدة أخرى بيها ثمان أبيات يلا ننهي المحاضرة من يجيني السؤال الثالث هذه الأسئلة اللي نحكيها رح تكون كلها بالواجبات بس هنا أريد تنتبهون على المهارات الأولية لحل الموضوع المثال الثالث رح أعتبر السي F X تساوي الجذر التكعيبي لل X تربية أكيد هذا رح أحول إلى أسس يعني معناها رح يصير X أسس 2 على 3 من أريد أشتقش رح أصير المشتقمات F برايم لل X إذن هذه تساوي 2 على 3 X والسالب 1 على 3 و يساوي رح يصير 2 على 3 الجذر التكعيبي للأكس جيد إحنا منتفقين نشتق المشتق الأولى ونساويها بالصفر وأكو ملاحظة ما أخذيها سابقا عند مساواة الدالة النسبية بالصفر نكتفي بمساواة بسطها بالصفر فقط ليش لأن هذا الصفر معناه صفر على واحد ورح أقول طرفين يساوي وسطين لكن رح أطلع ل2 تساوي صفر زين شنون 2 تساوي صفر 2 لا تساوي صفر 2 هي لذلك البيت السادس من القصيدة يقول إذا كانت المشتقة الأولى الدالة نسبية بسطها ثابتا دالة نسبية بسطها ثابتا فلا يمكن مساواتها بسطر ما ممكن أساوي بسطر يعني X ما كو يعني Y ما كو إذا X ما كو Y ما كو إذا نشرح أقول هنا رح أقول الكريتيكال بوينت is not exist ما عندي نقاط حرجة أصلا ما عندي لا توجد نقاط حرجة زين إذا ما كو نقاط حرجة ونبطل الملاحظة شو تقول إذا ما عند قيمة X تقول لي ارسم خط الأعداد ارسم خط الأعداد وثبت القيم اللي تجعل المقام صفر على شكل فجوة القيمة اللي تجعل المقام صفر في هذا السؤال هو صفر أثبت على شكل فجوة طبعا هذا الصفر يجعل المشتقة غير معرفة مو الدالة الدالة بالصفر معرفة ما كو مشكلة لكن يجعل المشتقة غير معرفة إذن معناها رح أقول X أكبر من صفر و X أصغر من صفر وهنا رح تكون إشارة F برايم لل X قطيني عدد أكبر من الصفر مثلا واحد الواحد من أجه عوضة الجذر التكعيبي للواحد واحد موجب فيه ثلاثة موجب موجب على موجب إذن هذا موجب زين الطيني عدد أقل من الصفر مثلا سالب واحد الجذر التكعيبي للسالب واحد سالب واحد ثلاثة فيه سالب واحد سالب وموجب على سالب إذن هذا سيكون سالب إذن هذا سهم إلى الأسفل وهذا سهم إلى الأعلى فهنا قراءة خط الأعداد يعني سأقول X حيث أن X أكبر من صفر إذن هنا متزايدة يعني سأقول Increasing والX حيث أن X أصغر من صفر إذن هذه متناقصة إذن معناها سأقول لها Decreasing زينا سأريد أسأل مصطفى محمد يعني شو تقول لي النقطة هي عظمى أو صغرى النقطة عظمى صغرى شنو رأيك صغرى زينا السهناء مصطفى يقول النقطة هي الصغرى منو يأيد بيكم يرفع عيدا منو يأيد هذا الرأي يعني سهناء فقط مصطفى يرتيه هذا الرأي زينا رقاية شو تقولين عظمى أو صغرى ها أمير شو تقول أستاذ ما أكون نقطة هو ما أكون وإحنا قلنا 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 critical point is not exist أصلا ما أكون نقطة هذه لو كان أكون نقطة حرجة وطلع سهم أسفل وسهم أعلى كان قلت عليها صغرى فمصطفى يبين عليك نعسل مو يشي اي استاذ استاذ رجلية شبت أن رسموني اي مو أنت انخداعت بالرسم شبت إلى سهم أسفل سهم أعلى هذا ما طول أكو فجوة فأصلا هي ما أكون نقطة إذن معناها رح يكون عندي هذه لا توجد النقطة أصلا ثواني ثواني أعتذر آسف جدا ضرب طارئ كان إذن استهناق أن الدالة متزايدة ومتناقصة ويعني ماكو لا نهاية عظمى ولا نهاية صورة الأريدة من عدكم أيضا هنا رح يكون من ضمن الواجبات استهنا لحد الآن أخذنا الموضوع الأول الموضوع الأول اللي موجود هنا أمامكم صفحة 123 اللي شرحناها الفرع A والفرع B والفرع C الصفحة 125 رح يكون بنفس الإسلوب تماما لكن شون اللي يميز هذه الصفحة اشتقيت المشتقة الأولى ساويتها بالصفر طلعت الأكس 2 الواي مالتها واحد إذن هنا الاثنين واحد هي critical point وورا ما اختبرتها طلعت هنا minimum local point طلعت هنا نهاية صورة لكن من أجي أباوع الفرع B هنا هم طلعت النقطة هي اثنين واحد ولكن اختلفت الإشارات صارت local maximum point هذا الفرع B من أقل بالصفحة الفرع C اتعمدت بأن النقطة أيضا رح تكون هنا اثنين واحد ولكن الإشارات اثنين لا تم متشابهة إذن صارت S صارت هنا just critical point إذن هنا مجرد نقطة حرجة إذن هذا الجزء الأول من موضوعنا طبعا الفرع D رح تطلع عندي نقاط حرجة واحدة منهم عظمى وواحدة منهم صورة المشتقة الأولى تتحدث عن مناطق تزايد وتناقص ونقاط نهاية عظمى وصورة محلية لكن المشتقة الثانية رح نسوي نفس الخطوات اللي سويناها هسا ولكن باختلاف المسميات المشتقة الثانية رح أساويها بالصفر أستخرج قيم X أعوضها بالأصلية أستخرج قيم Y هذه النقاط ممكن تكون مكان ما هي عظمى وصغرى رح تكون نقاط انقلاب اللي هي inflection points من أرسم خط الأعداد بالنسبة للمشتقة الأولى الإشارة الموجبة شنة أسميها increasing متزايدة والإشارة السالبة شنة أسميها متناقصة لكن بالمشتقة الثانية الإشارة الموجبة رح تكون مقعرة concave up والإشارة السالبة رح تكون محدبة concave down وإذا انتقلت الإشارة انتقلت قيمة X من التقعر إلى التحدّب أو من التحدّب إلى التقعر إذن هذه النقطة للقيمة X ما لاتها معلومة هذه سأسميها inflection point إذن السؤال ممكن يجيني بهذه الصورة صفحة 128 أريد تركزون ويايا عن الفرق في خطوات الحل الفرعبي صيغة السؤال عادة هنا يقول لي ادرس التقعر والتحدّب لاحظوا هنا صيغة السؤال كان كيفتي قلنا معناها تقعر وتحدّب معان إذن ادرس التحدّب والتقعر للدوال التارية إذن من أجي أباوع الفرعبي اشتقيت المشتقّة الأولى ماكو داعي أساويها بالصفر أنتقل مباشرة إلى المشتقّة الثانية مباشرة أنتقل إلى المشتقّة الثانية المشتقّة الثانية رح أساويها بالصفر أستخرج قيم X إذن أثبتها على خط الأعداد الأفقي اتقسمت إلى قسميا من أخذ X أكبر من صفر مثلا واحد طلع الجواب موجب إذن هذا الموجب رح يكون مقعر كان كيف أب ومن أخذ أصغر من الصفر رح يطلع سالب هذا السالب رح يكون محدّب كان كيف داون ويا رح أجي كل واحدة أقراها إذا قل لي جد نقاط الإنقلاب إذن هذا الصفر رح أعوضى أيضا بالمعادلة الأصلية رح أصير صفر صفر هذه رح نسميها إذن هذا الفرق بين الموضوع الأول والموضوع التالي من أريد أتحدث عن تزايد تناقص عظمى صغرى يعني مشتقة أولى من أريد أتحدث عن تقعر تحدّب إنقلاب معناه مشتقة ثانية ولكن الموضوع بملاحظات جزئية إذن شنو هذه الملاحظات الجزئية لو أجي أباوع صيغة السؤال الأخرى إذا كان اثنيناتهم كان كيف أب أو اثنيناتهم كان كيف داون فرح أقولي هنا ليست نقطة انقلاب إذن هنا صيغة السؤال دايقول لي أريد هنا مناطق التقعر والتحدّب ودايقول لي ونقاط الانقلاب إذا وجدت احتمال أصلا ماكو نقطة انقلاب مش وقت ماكو نقطة انقلاب إذا كان اثنيناتهم مقعرة واثنيناتهم محدبة إذن لو أجي أباوع الفرع سي مثلا ورح أرجع إلى الفروع الأيو بي لأن عندي بها غاية اشتقيت المشتقة الأولى مباشرة اشتقيت المشتقة الثانية ساويت بالصفر طلعت قيمة X هذه الأكس عوضتها بالمعادلة الأصلية طلعت قيمة Y حس أبقيها ما راح أسميها كل شي راح أجي أرسم خط الأعداد وثبت علي قيم X راح يتقسم إلى عدة تقسام اختاريت عدد أكبر من النص عوضتها بالمشتقة الثانية طلعت جواب موجب إذن قلت عليها كان كيف أب زين أخذت أصغر من النص اللي هو الصفر مثلا عوضت بالمشتقة الثانية طلعت جواب سالب قلت عليها كان كيف داون إذن ما طول صار عندي اختلاف بالإشارات إذن معناها هذه النصف سالب داعش على الثانية is an inflection point ولكن شنو الملاحظات الجزئية إذا اشتقيت المشتقة الأولى واشتقيت الثانية وطلع الجواب ثابت فسا هذا لو كان الثانية أكس أقدر أساوي بالصفر لكن ثابت الثابت لا يمكن أن يساوي صفر شو تقول الملاحظة وهذه كلها رح تقروها وإيا خطوات الحل أتقوم ستة بثمانية وحدة من الملاحظات تقول إذا كانت المشتقة الثانية عدى الثابت هذا الثابت إذا موجب أقول الدالة مقعرة في كل مجالها ولا توجد نقاط انقلاب وإذا كانت عدى الثابت سالب سأقول الدالة محدبة في كل مجالها ولا توجد نقاط انقلاب خلاص السؤال انتهى اشتقيت المشتقة الأولى اشتقيت المشتقة الثانية طلع عدى الثابت هذا الثابت إذا موجب أقول مقعرة في كل مجالها can cave up in all its domain وإذا سالب رح أقول can cave down in all its domain ولا توجد نقاط انقلاب زين بعد أكون ملاحظة مهمة لو أجي أباوع هذا السؤال اشتقيت المشتقة الأولى طلعت 4x تكعيب زائد 6x لحد الآن ماكو مشكلة اشتقيت المشتقة الثانية طلعت 12x تربيع زائد 6 إذن هذا 12x تربيع زائد 6 يسمى مجموع مربعين ومجموع مربعين لا يمكن مساواتها بالصفر ستقول لي من 12 وال6 ما لها جذر إذن مجموع مربعين أي صورة a x تربيع زائد b حيث أن a وال b ينتمي إلى الار موجب هذا أسمي مجموع مربعين إذن الأيو البيين جذر ما ينجذر ما يهمني اثنين أكثر بيعزاء ثلاثة تسمى مجموع مربعين أربعة أكثر بيعزاء خمسة تسمى مجموع مربعين وهكذا فإذا كانت المشتقة الثانية مجموع مربعين أيضا هي أكبر من صفر دائما راح أقول the function is concave up in all its domain and there are no inflection points زين أستاذ هاي الكتابة البالأحمر عادت عيد هاي الكتابة البالأحمر وينه كتابة البالأحمر أستاذ هسا تضيح المجموع ها 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 الكتابة عفوا نعم إذا كان عندي هسا المجموع مربعين اثنيا أكثر بيعزاء ثلاثة أسميها مجموع مربعين أي أربعة أكستر بيع زاء التسعة أسميها مجموع مربعين يعني مو شرطين جذر الأربعة والتسعة في الملاحظة اللي نعطيكم إياها صفحة 128 إذا كانت المشتقى الأولى ركزوا إياه إذا المشتقى الأولى مجموع مربعين نقول أن الدالة متزايدة في كل مجالها ولا توجد نقاط عالية وإذا كانت المشتقى الثانية مجموع مربعين فنقول أن الدالة مقعرة في كل مجالها ولا توجد نقاط إذن هنا أي أكستر بيع زائد بي هذا لو التربيع ماكو لا هاي ما تسمى مجموع مربعين يعني لو كانت المشتقى الثانية 12 أكستر بيع زائد 6 لا أساويها بالصفر ما عندي مشكلة لو كانت 12 أكستر بيع ناقص 6 أساويها بالصفر ما عندي مشكلة لكن إذا أكستر بيع زائد فهذه تسمى مجموع مربعين ومجموع مربعين دائما موجب وأقول الدالة مقعرة في كل مجالها ولا توجد نقاط انقلاق آخر إحجاية إذا كانت المشتقى الثانية الدالة نسبية بسطها ثابتا اللي هو هذا المثال اشتقيت المشتقى الأولى واشتقيت المشتقى الثانية طلعت 2 على أكستر نفس الملاحظة لقدناها قبل شوية بالمشتقى الأولى إذا كانت المشتقى الثانية الدالة نسبية بسطها ثابتا فلا يمكن مساواتها بالصفر يعني معناها لا توجد نقاط انقلاق لو أقول there are no inflection points لو أقول inflection points is not exist إذا قد أكون متوهم بالقرامر بعد هذا القرامر يمكم يعني هنا بس هنا إن شاء الله المفهوم العام واضح إذن هنا لا توجد نقاط انقلاق نقاط انقلاق غير موجودة أو أقول لا توجد نقاط انقلاق لكن بالحالة ش أسوي أرسم خط الأعداد أثبت علي القيم التي تجعل المقام صفر على شكل فجوة يعني ليس بالضرورة صفر دير بالكم يعني لو كان المقام مثلا X-2 أرسم خط الأعداد سأثبت عليها ثنيا على شكل فجوة القيمة التي تجعل المقام صفر أيضا سأخذ أكبر من صفر وأصغر من صفر الأكبر من صفر طلع هنا مقعر كان كيف أب الأصغر من صفر طلع محدب كان كيف داون إذا ما تقول مصطفى إذا هذه نقطة انقلاب له أو لا حافية جيد إذا بمجرد قراءة خط الأعداد ينتهي حلل السؤال إذا المادة مالتنا اليوم هي بس هذه أريد بالدفتر تكتبولي الأمثلة الموجودة من صفحة 123 طبعا ذني خطوات الحل ماكو داعي بس تطلعون عليها إذا مية وتلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين أي خاصة بالمشتقة الأولى تطلعوا لي على دن النقاط الثمانية كلهم سؤالة في تنهسة وتنقلوا لي الأسئلة الموجودة مية وثمانية وعشرين ومية وتسعة وعشرين فقط إذن اليوم تعتبر حفلة تعارف على الموضوع وإن شاء الله الدرس القادم رح نجي نفصل المادة اللي نحتاجها كل الأسئلة اللي أخذتها اليوم أكيد ما تجي بالوزارة وحدها يعني ما عليها عشر درجات لكن رح تجيني كخطوات أولى في حل الأسئلة الوزارية اللي رح نسولفها إن شاء الله الدرس القادم أعتذر شويين قطعنا عنكم بعض الدقائق واللي عنده أي سؤال قبل المغادرة ماكو سؤال إذن إذا ماكو سؤال شكراً لكم تصمعون على خير